لكن هو ولد وحفظ القرآن ولم يذهب إلى أي معاهد علشان يعرف القراءات زي كثير من من رأينا ولم يدرس دراسة أكاديمية على أحد في مقامات الموسيقى إنما لما نزل مصر القاهرة وسكن عند الشيخ محمد الصيفي اللي كان بيبحث عنه وعرف إن فيه واحد طلع في بهتيم شبرى الخيمة اليوبية يعني في القيرة الكبرى بس حاجة تحفة وحاجة كسرت الدنيا فراح قال لا ده لازم أشوفه راح بالخفاء كده علشان يسمعه في أحد الليالي وانبهر به ودعاه قال له تعالى في مصر أو مصر عمل فيه ودي زحمة مصر ديته العمراء من أيام ابن بطوطة وهو بيوصفة يا زحمة فقال له لا ده أنت تسكن معي ونزل فعلا الشيخ البهتيمي فوجد صديق عمره وتوأم روحه محمد صديق المنشاوي وتصحب سويا في ضيافة الشيخ محمد الصيفي رضي الله تعالى عن الجميع أمين يا رب كامل البهتيمي مدرس فعملاله الحكاية دي جوه شيء من التخوف صحيح هو على إيد أحمد صبرة وده كان من الملحينين الكبار يعني إيه فك الخط يعني يعرفوا المداخل والمخارج بتاعة المسائل لكن مش أكاديميا مش متخصص مش متخصص لكن عارف دي إيه ودي إيه ودي إيه على السبيل لكن لما نزل مصر قال طب ما هو الناس بتقول أن الموهبة لازم لها من علم يحميها وكده الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده كان برضو شايع الساعد فحاول أنه يدخل الأزهر فما تكملش ما عرفش وتغيب كثيرا طب إيه الحكاية بتتغيب في إيه هل كان نايم مثلا وكده آبد ده كان بيلف على رجوله وراء رفعت شيخ محمد رفعت شيخ محمد رفعت سبحان الله وكان بيلف على رجوله على الشيخ علي محمود ويقعد ساكت وكان في المجلس كده عشان يشوف حركاتهم وسكناتهم وقفلتهم وبداياتهم وقدمهم ومصطلحتهم فدي بنسميها ايه بقى الحالة دي الممارسة عشان كده كان بيقال نوه في بداياته الأولى كان يقال نوه بيقلد شوية الشيخ محمد رفعت ده ما كلهم كانوا بيقلدوا رفعت وخبرت ما نقوله الوحيد الفريد يعني حاجة كده فهو الممارسة دي بتحل محل العلم يعني ممكن انت اللي احنا بنسميه ايه بس صنايا صح تلاقي واحد نجار يعني مراحش مدارس ومدرس بالخبرة ديزاين ومعملش ايه لكن ايده تتلفف حرير ليه من الممارسة من التجربة من الخبرة من التدريب فهو اضى لياليه كلها طواف فده ممكن نقول عليه القارئ والطواف الله جميل التعبير اه والله طواف وشاف بقى الاساطين كلها اللي موجودين في الساحة الشيخ محمد الصيفي قال له يا شيخ يا بهتيمي روح قدم طلب للجنة الاستماع فقال له لا اخاف قدم يا ابني طلب ده انت صوتك حلو وامكانياتك حلو وانا عارف لا اخاف راح جايب له مين بقى جايب له الشيخ علي حزين قال له يا ابني انت فلتة وقدم وانا بأمورك ان انت تقدم هم حسين ان هو هيكتاز الاختبار اما هو هم عارفين طبعا دول اهل صنع ودول اهل نغم ودول اهل قراءة ودول اهل علم فا اقتنع وراح وهو يرتعش علشان يقدم الطلب وتقدم للجنة واللجنة فيها بقى اكابر نجح وخدم تياس طبعا يبقى اذا الممارسة لها اثر مثل الاثر اللي بينالوا فيه لان احنا لو كنا فاكرين واحنا بنقول هو القراءة فن والعلم ايوما هي فن في وزء منها وعلم في وزء منها والممارسة دي بتخليك 100% في جانب الفن واللي بيدرسه على احمد صبرة برضو بيقدمه فدخل الازع فانتقل من بهتيم التابعة للقليوية الى القاهرة في تطوافه وادراكه للا كابر الى بقى انه هو صوته يتسمع في كل حتة لغاية ما دعوه انه يقرأ في القدس الله ايضا وراح فعلا وقرأ في القدس وادى اداءا حسنا في حياته كلها فالشيخ البهتيمي نقدر نقول عليه صاحب الحنجرة الفولازي صحب الحنجرة الفولازي